نحن في قلب المدينة القديمة بأزرو روائح أطباق شهية تخز الأزقة هي تفوح من هذا الفرن التقليدي الذي يشرف عليه إدريس قضى هذا الطاهي أزيد من عقدين من الزمن في هذه المهنة التي ورثها عن أبيه الحطب هنا هو مصدر حرارة الفرن بعناية يوضع عجين الخبز أو الحلوى على الألواح الخشبية ليتم إدخاله إلى الفرن لا يفارق إدريس فوهة الفرن يتحمل حرارة المكان فهنا مصدر قوته الوحيد يتأسف لمستقبل مهنته التي صارت مهددة بالزوال ففيما مضى كان هذا الحي يعج بالأفران لكن غالبيتها أغلقت أبوابها في ظل محدودية الزبناء تعودت هذه السيدة على طهي خبزها خارج بيتها تحمل العجين في طبق خجبي يسمى بالدارجة الوصلة وكان عجبنا الطيب العواد حسن نديل القاز هذا الشي ورقنا حتى والدينا دبراكش لقنا والدينا كيدروا وكان الناس كانوا يشوح تحنا وكانت منو يبقى هذا الفررن حيث نقارضه هنا في أزره ما بقواش كي كانوا شي جوجولة ثلاثة اللي ما زالين وكانوا كل حي شعبي فيه فرران تقليدي ومول الفرران كانوا واحدين سندكي أنك تدخلوا تبغي الخبز ديالك وما تعرفوشه هو يعرفوه يقول لك لا لو صلى ديالك فلان وتهزها تاني كانوا لي بغي يسولوا على شي واحد كيجي عند مول الفرران كيقولوا فين دار ريال فلان كيوريها له وإن جار الزمن على هذه المهنة ظل إدريس متشبتا بعمله ما دامت بعض الأسر تفضل طهي أطباقها على لهيب نار الحطب مهنة ترمز للعادات المغربية لتجسد جزءا من الذاكرة الشعبية